في سنة 1990 وتحديدا صبيحة يوم الثامن من اكتوبر سالت دم الطاهر وسيطر صوت رصاص الغدر على الاذان وملأ ضجيجه اركان المسجد الاقصى شريف ليسطر تاريخا اسود يشهد على ابشع المجازر التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل انها مجزرة الاقصى الاولى الشرارة الاولى اندلعت حين بدأت منظمات وجماعات مدعومة من المؤسسات الاسرائيلية تعد العدة وترسم مخططاتها لبناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد الاقصى وبالفعل اعلن جرشون سالمون رئيس ما يسمى بمنظمة امناء جبال الهيكل يوم الاثنين وتحديدا في الحديثة عشرة صباحا موعدا لوضع حجر اساس الهيكل الثالث وتنظيم مراسم ذلك داخل الاقصى وهو ما قبل برفض وادانات واسعة من قبل الفلسطينيين الذين دعوا للاحتشاد في ذلك اليوم لرفض المخططات الاسرائيلية الرامية لتهويد المسجد الاقصى وفي صباح الاثنين المشؤوم وقبيل المجزرة بنصف ساعة وضعت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية على كل الطرق المهدية الى المسجد الاقصى الا ان المصلين كانوا قد تجمعوا في المسجد قبل ذلك التوقيت بساعات ومع اقتحام عشرات المستوطنين كان الجيش الاسرائيلي جاهزا بمجرد بديل اشتباكات فتح النار بشكل عشوائي من اسلحة الرشاشة كانت معدة للاطلاق الاوتوماتيكي مسبقا لمدة خمس وثلاثين دقيقة كاملة مستهدفا المصلين كافة دون تمييز بين طفل وشاب وشيخ ما ادى الى استشهاد واحد وعشرين شخصا واصابة اكثر من مائتين اخرين لم تتوقف دناءة جنود الاحتلال عند هذا الحد بل ظلوا في الساحات رافضين اخلاء جثامين الشهداء والجرحة لمدة ست ساعات كاملة لم يكن ما حدث في ذلك اليوم عفويا او تلقائيا بل اعدت له اضرع الاحتلال في مساء عيد العرش بخطة محكمة لمجاباهة المصلين والتنكيل بهم واستهدافهم بشكل مباشر وتخذت قرارها بالاعتداء الغاشم على المسجد الاقصى وكل من يتواجد فيه لتظل تلك المجزرة شاهدة على قبح الاحتلال الذي يتجاوز بافعاله الاجرامية الاعرافة والقوانين الانسانية والدولية كافة اشتركوا في القناة